كلمنا عن الكتاب أكثر بيوس الصالح لأن العنوان بتاعنا عرف أنه سيأخذنا التفاصيل كثيراً نعم هو الكتاب يعتبر شبه مذكرات أو إلى المذكرات أقرب أسراره لم تطرق 23 عاماً أمضيتها ما بين الرياضة والصحافة كنت أعمل في الميالين بالتساوي وبموافقة الجهات المتصصة مرؤوسين فرعاية الشباب عندما بدأت الرياضة في رعاية الرياضة السعودية عندما بدأت كانت بدأت بأعداد قليلة من حتى الطاقم الرعاية الشباب لا يتياوز أو الخمسة عشر أو الفاتعشر شخص من الحرم السمو الأمير خالد فيصل إلى أقل الوظائف بنتكلم في بداية تاريخ من سنة كم تقريباً يوسف صالح؟ نقدر نقول إنه في السبعينات السبعينات نعم حال الرياضة السعودية كان غير دلوقتي تماماً فارق كبير جداً لأن الأمير فيصل المفهد رحمة الله عليه نقل رعاية الشباب من إدارة مختصة في الرياضة إلى إدارة تهتم بالثقافة والإعلام والمسرح والأندي الأدبية أصبحت شاملة نظرة أكثر شمولية كبيرة جداً ببعهد نعم رحمة الله إيه بالأسرار التي لم تترق؟ إحنا بنتكلم كده في ويكيليكس مثلاً؟ نعم الأسرار التي لم تترق من الصعب حصرها لأنه على سبيل المثال الحصر أبرزها دورة الخليج دورة الخليج العربي سنكيم دورة الخليج العربي فكرتها جت من شركة تبغ رفع الأمر لدورة البحرين رفع الأمر للمملكة العربية السعودية للاستناس بالفكرة رفع الأمر لمرحوم جلالة الملك فيصل رحمة الله عليه رحمة الله عليه قال لا وألف لا لا يمكن أن الشركة تتبغ تتولى ذلك نحن أولى بهذه المهمة من حسن حظي أني كنت ضابط الاتصال أو البنسق ما بين الدولة ما بين المملكة والبحرين وكذا فهذه المعلومة قليل من من يعرفها فنعتبرها هي هذه واحد من الأسرار واحد من الأسرار أفصحنا عنه نعم الكتاب مليء بالأسرار يا سيد صلى ليس كاب تاني ليس كاب تاني لا أسرار كثيرة لكن يعني هذه أكيد حضراك موفرها لجزء تاني أو لكتاب تاني نزيد الكمية يعني الكتاب ده نعتبره كتاب تشويقي لما هو قادم إن شاء الله نعم بإذن الله نعم نعم